برحب فيكم وبكفل المهار. هي الـ Proposed Earthing Requirements as a first step towards the development of a national enforcement document. بدنا نسميه الكود، بدنا نسميه مدونة معايير لبدكن ياما رح نختلف. بس بالآخر بدنا مدونة أو document واحدة تقدر تلزم، ملزمة to be enforced. هذه هي الـ Key thing. طيب. What should we do in principle? نحنا as people living or working in residential or commercial industrial installations should essentially be protected against possible electrocution. In order to achieve a protective system, an earthing or grounding. وهذه كان في شجار بين الأوروبية والأمركين. الأمركين بقولوا grounding والأوروبية بقولوا earthing. لسبب واحد أن كلمة أرثي الكرة الأرضية بينما الـ grounding يشأفل من الكرة الأرضية من إلا الـ ground. قد تكون أقرب للمصطلح بس ما رح نوقف عنا بعدين من كفيها. System should be defined. We need to define, design and install in accordance with national codes, standards or local regulations. We all know that electrical hazards are eliminated by prevention. تتذكروا أنت المتال اللي بقول درهم عناية أو وقاية خير من قنطار علاج. Dangerous fault currents must be removed by automatically disconnecting the circuit of the installation where this fault occurred. The removal of the hazard afterwards depends on the grounding system. The zero potential level يلي هو أهم شيء يلي بنصى عليه أنه تستبلش a zero potential level It's an equal zero potential level for the sole reason is to bond all the dead metal parts inside a premises or inside our facility to the zero voltage level يلي نحنا بدنا نعمل In a building, the connection of an earth electrode and interconnection of all metal parts of the building and all exposed conductive parts of electrical equipment prevents هذه الكيورد the appearance of dangerously high voltages between any two simultaneous accessible metal parts فيه كلتشر جديد كان معوّدين على كلتشر نحنا كيف ندق الأرض فيه كلتشر الجديد هو الرنج ومن ثم الألكترود بشكل شوكي مثل شوكي مثل ما شايفين بالصورة to establish the so-called zero potential level which is usually achieved by establishing an earthing conductor grid entrenched مخندقة in the ground through proper means such as grounding rods and rings along with the required accessories الكودس وستاندرس العالميين إذا بتفتح الخريطة راح تلاقي أنه الدومنت الكودس موجودين بالعالم هني الناشنال الإلكتريك الكود يلي بيسيكلي بأميركا وشوية من كندا بسنترل أمريكا وشوي من سوذن أمريكا لما بتجي لدول أوروبية بتلاقي مثلا البريتش ستاندرد والنون فرانسيز بس dominant وضمننت مش بس بمناطقهم بالدول يلي كانوا هني mandate عليها يعني من تدبينهم أوكي بتروع الدول الأفرائية الأفرائية يلي بيحكوا فرنساوي يقضين الكود الفرنساوي يقضين الكود البريطاني بس لما بتجي للألمان راح تلاقي إنه الإي إي سي والروس طبعا الإي إي سي الانترناشنال يلي هو عبارة عن جهد بين الفرنساوية البريطانية والألمان قاموا فيه ومعهم الروس واليوم الأمريكان داخلين بشكل قوي بموضوع الإي سي هادول المعايير الدولية اللي صارت يلي نحنا بعضويتنا بالإي سي نطمح إنه نحنا نطبقهم بلبنان فإذا نحنا محصورين بين شغلتين بين الكود الأمريكاني متل ما أشار له المرسومة السلامة العامة أو معايير الإي سي يلي هني بهالأرقام اللي حطتهم أنا على الشاشة بالنسبة للجراوندينج الجراوندينج إلو روحي بس خلينا هيدا الناص بيجلس الأمور وهيدا الناص موجود بالكود الأمريكاني خلينا نقرأ بس شوية شوية حتى نفهم يعني بيحط اللي ووجه اللي لبوصلي هو الكلام بيقول في نقطة كتير مهمة وفي مسكنسيبشن عليها الجراوندينج إلو روحيات الجراوندينج إلو روحيات الجراوندينج إلو روحيات الجراوندينج إلو روحيات جراوندينج إلو روحيات الجراوندينج إلو روحيات الجراوندينج إلو روحيات الجراوندينج إلو روحيات جراوندينج إلو روحيات لحتي يدخل خلال 400 ملي سن حدده أكبر أن في الوحيدة مع الوحيدات الجراوندينج إلو روحيات لا يتضح ويجعل تضحيط أو تضحيط أو تضحيط نظام التقريد يخفف من الالكتروكوشن يعني الصعقة الكهربائية وبالتالي يمنع حدوث الحرائي هلا الكود أبو ضبي يلي هو بنى على الائي سي وعمل شغلي جديرة أنه أنا اهتم فيها لأنه أنا بدي شي مماثل مجانس معي بلبنان هو قال مقترح علينا ثلاث شغل ايت ومخيرنا بس هو بيقول أنا بقترح هايدة تتبنوها النظام الأول هو التيتي يلي نحنا كل يتم نعرفه تير من ميلة ترونس الدولة وتير بالفاسيليتي اللي نحنا فيها عم بيقول إذا بتكن تعملوها إن كوردانس إنتو مرحبين أهلا وسهلا بأبو ضبي عندهم بلبنان مثل ما رح تشوفون هنا عندنا بأبو ضبي بتقدم لي خمس كابليت الكابل الخامس هو كابل ما بيحمل الطيار هو بيحمل الطيار فقط وقت قصر الدقرة يعني وقت الشورت سيركت يلي هو نقلو الأرث كابل بقى هو بيمدلي خمسة وأنا المفروض إذا أنا بدي دق أرض عندي بدي دق تير فيني يقول يا بوصل عليه الأرث تبعهم يا ما بوصلوا إذا ما وصلتوا عندي the so called TT system في عندك TNS system يعني تير والناتر separated كمان هو بيحبز يعني إذا منشأة ترونس اليوتيليتي سيئة بيتهوة ضمن المنشأة وعمل تقريد طبع الترونس بيسيكلي هيدا طلع بخمسة وايرز وصار عنده TNS system وأبو ضبي ما بيمانعوا بالعكس بيشجعوا إنك تعمل هلا شيء هلا طبعا TNS هو شكله بهذا الشكل فاتوا خمسة وايرز الطريقة اللي بيمدك بالأرث بأبو ضبي هو عبر الأسطل الحديد بقى هو الأسطل الحديد الحديد أو الارمر تبعه أو الشيف تبعه للكيبل بيتقرد وبيقلك خد التقريد منه ووصله بقى أنت بتوصله على اللينك تبعك من جوا من دون ما تقرد بالبريميسيس صار عندي نقطة zero عندي جوا موصله من نقطة zero طبعا الدولي بهايد الحالي عندي نظام اسمه TNS طبيعي النظام اللي هني بيقترحوا بداك تقول على الخرايط شو نظام الأرض اللي انت اخترته وبدك تجيب السرتيفكت بحقود وبدك تفرجيها على اللابل وين على المين distribution board. بد يكون مبين شو السيستم اللي اخترته. In all cases, neutral, والconductive conductive, الأرض conductors must be kept separate and not connected together at the main electrical terminal or the main earthing terminal. or at any other point down streams on the owner connection. كل link للتير تبعي بالتير تبعهم عبر هاي النقطة. وصار عندي جوه بقلب المبنى خمسة cables TNS system. سو انا صار عندي تي 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 تير من ميلية الدولة. تير عندي بالمنشأة. وجوه المنشأة خمس كابلات. كابل الأيرث غير كابل نيوترل. لسبب واحد كابل نيوترل بيحمل تيار عادة. كابل الأيرث ما في تيار. تيار اللي بيمرو بكابل الأيرث. هو فقط عند حضوث short circuit. بقى هيدا السيستم يلي هني بيشجعوه. يلي أنا رح اقترحوه. هو شبيه جدا بهيدا. يلي هي الفكرة. أنه ما عندي خمس كابلات جيتني من الإيدي. أنا عندي أربع كابلات. السؤال أنه بقدر أنا وصل الناتر تبع الدولية. اللي هو مفروض يكون زيرو. على الأيرث اللي دقيته عندي بالمنشأة. وأنا سألتهم للشباب شوه. إجاني جواب متناقضة. بالأول قالوا لا. بعدين إجوا قالوا إيه. وهيقتن هني مش عارفيني. عظيم. هلا رح قل لك. هلا رح قل لك ليش. رح اجي ليش. أجي. حسنا. السيطم لوكي أرته تت with distribution system shall be connected to the MET. هذه هي الفكرة. إنه مفروضة الموضوع التابعة من التسلينج. لما تشيل التسلينج لتقدر تيس الأيرثي عندك. هيدا النقطة بشير إلى هذا الابندكس. حسنا هون عم يعطي example بالابندكس. إنه لنقول هيدا المين. Switching panel تبعي. هيدا هي المين أيرثي ترميلي إلى التسلينج. إنت بدك تشيل التسلينج وتقيس الأيرثي من هالنقطة للأرض. إذا بتطلع على كود أبو ظبي بيقلك كيف تقيس الأيرثي لنك وحاتي كنديشن. حاتي كيف تقيس الأيرثي لنك. أول شيء يوز يديكيتد أيرث الكترود تستر متل هاي اللي شايفينا. مثل تو يوز يديكيتد ستيكلس أيرث الكترود تستر. أهلة تانية. أن مثل ثري يوز 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 يصلك الأيرث فولت لوب إمبيدنس مجرمت. وبيحدد شو هو اللوب وبيحددون شي تسع نقط أو تسع أجزاء من السيركوت وكل جزء منين تجيبو كيف تقيسو. بقى عاملين شغل نظيف جدا ليقولولك كيف يحسبو الأيرث لوب إمبيدنس طبعه للشورت. ليش بدي حسب الأيرث لوب إمبيدنس لسبب واحد لحتى أعرف دي حجم الشورت لتقطعه لبريكل. فإذا أنا بدي أمن سيستم ليكون الشورت سيركي التبعي عالي كيفي لطلقته لبريكل في حال ما كان عالي لطلقته لبريكل ساعتها فينا نسعى لندخل كالشر تبع الدفرونسيال يلي أنتو تعرفوه الدفرونسيال مع تي تي سيستم فينا نقول بيقدر يعطينا نظام جيد جدا لحتى يقوم بالوظيفة. أعطيتي تو إجزامبلس إنت بتلاحظوا بهذا الإجزامبل على اليمين هو تي أن شوية كالكوليشنز بس لنعمل فكرة وعشمال التي تي. هلأ على التي تي إذا بتلاحظ الأيرث اللي أنت بدأ قولا نقول هو خمسة أوم والأيرث اللي دقته الدولة أو اليوتيلتي خمسة أوم فإذا لو باث هون فيني بريفلي وعمل نجليج بالبقية قول عشرة أوم وعساس إنه الأيرث كمان زيرو. إذا كان عشرة أوم فإذا الشورت سيركت كارينت الاي دي كارينت هو ثلاثة عشر أومبير يا هلترة ثلاثة عشر أومبير ببريكر مكتوب عشر أومبير بتشوفه وإذا شافته بتشوفه بسرعة وبتقطع بسرعة لا بالتي تي سيستم لا فإذا هنس الكالتشر طبعا الارسي دي يعني ديفرونسيال لما بروح للتي أنت سيستم بتلاحظ اللوب تبعي هون ما مارئ بالأرض. يعني السفير والفرويونس والأيرث والأيرثين بوينت رزيستنس ما ألا خصة بالكالكوليش بيطلع إنه بس الكابليت الريزيستنس تبعه هنه 0.1 أوم. وذلك الشورت سيركوت بد يكون بحجم 2300 أومبير 2300 أومبير كل البريكز الصغار بيلقاطوه بسرعة. بالسرعة الكيفية لحتى ما يعمل هازرد يعني الخطورة أو لا يشكل خطورة. بالمبدأ هؤلاء هنه التو سيستم لا نفهم كيف الفكرة. عام 250.24 بالأرتكال ألبية الإلترنائيتي نهاية القتل الإلترنائيتي سيمتغر بنداد من مخلوق الأيدي سيكون لدي تصحيص الإلتروض تحريط الاجباء إلى المخلوق الأيدي في كل مخلوق الأيدي بالجواري يعني عم بيقلك روح دق أرث عندك طلب مني دق أرث بلبنان أنا بطلب من المنشآت هيدا أول سؤال للكون بطلب من المنشآت يدقوا أرث عندهم مش بطال الفكرة إذا ما دقوا أرث شو بدأ أعمل كمان في حلول بس بالمبدأ الكود الأمريكاني قال بوضوح دق أرث عندك بالبراميسيس فإذا أنا برأيي نطلب من الناس بالكود أنه يدقوا أرث عندهم بالبراميسيس هي أول شيء فينا فينا نعمل فينا نعمل الجدول يعني نقول إذا كان إندستريل شيء ورسداني بس نحن بيسيكلي الرخص اللي بتجينا بالنقابي هون 80 بالمئة منه الريزدانشل هو اللي بيعنيه اللي بشق الأول هلأ كمان عطي فكرة إنه الناس بتفكر إنه لما أنا بكهرب كيف كهرب بينزل الكهرباء على الأرض وين بتروح شوي بترجع على ترونس الدولي سو إذا رجعت على ترونس الدولي فإذا فيه كبير أنا عندي هيدا الكابل يلي بدي ركبه إذا بيك كونسرن لإلي وهيدا الكود الأمريكاني بيوضوح بيلك بيلك شو حجم للكان فإذا أنا كمان بدي إسعى إذا صار عندي لوب فورت لوب ومرأ بالأرض لبره ورجع على اليوتيلتي فإذا أنا اللي بدي ركبه عندي هيدا إلو اعتبار قوي بالكود الأمريكاني وبالكود اللبناني اللي إحنا لازم نشتغل عليه طيب الـ Earth Ground Resistance الكود الأمريكاني بيقول 25 أوم أنا تفجأت لأنه أنا بتذكر أيام زمان الكود الأمريكاني كي هو 5 أوم عن جديد الكود 2011 و2014 طالب عم بيقول 25 أوم تفجأت هلأ بيقول إنه مش معناتها ما فيك تنزل لـ 3 أوم والـ 1 أوم والـ 1 أوم هي المنشآت مثل المستشفيات دائما بيحاجة لـ 1 أوم وصعب جدا توصل له 3 أوم صعب توصل له 5 أوم ماشي الحال بس الكود الأمريكاني تبين معه لأنه بالـ TT system بوجود الدفرانسيالات أنت مش بحاجة لـ 5 أوم 25 أوم can do the job عارفين عارفين بس هيدا الكود عم بيقول هيك وعم بيقول إذا ما طلع معك 25 دق إلكتروت تاني أوكي هلأ الـ Proposed System هلأ ما هدت أنا لحتى أبلش بالإتراح للبناء بلبناء الكهرباء الـ EDL تعطينا أربع كابلات أربع كابلات أوتوماتيكلي بستنتج أنه الـ EARTH system بلبنان هو TNC tear neuter combinate it's combined عم بيقلي أنه خود الـ Neutral طبعه هو سفر وحطه لزقه بالـ Enclosure طبع البراد أو بالـ Enclosure طبع التوستر أو بالـ Enclosure طبع كل الإيلات يلي أنت معقول تعرضتك مشا هو عم بيقلي حط الـ Neutral وستعمله هو الـ EARTH بس السؤال Neutral بلبنان هو سفر الأرض طبع الدولة أرض جيد طيب إذا ما كان سفر ليش مش سفر لأنه تعرفوا أنتو إذا ما في بالنس بالـ System بالضبط إذا ما في بالنس بالـ System الـ Current بده يعبي بـ Neutral وهذا Neutral Oil Resistance إذا الـ Current مرأ فيه رح يعمل لي الـ Potential عالي إذا وصل الـ Potential للـ 50V بسيط عرضنا حالنا كل آياتنا للموت وصع على الكهرباء هيدا الـ Concern تبعنا هلأ الحل المبدئي في حل بسيط وقال لي إليسيام كنت عم بتناعش أنا وإليسيام قال لي TNC S كيف يعني؟ يعني أنا بوصل لك الـ Neutral اللي عندك على البيت من النقطة اللي بتوصل عندك على البنية بتاخد كابل ثالث هي من هون من هاي النقطة بتاخد كابل خامس أنا هون حاطيت Single-Face System بس هو ثري فيس بتاخد كابل خامس وبتعتبر إنه هيدا سيبرت عن الـ داك واخده هو الأيرث يعني الزيرو بوتاني يعني هو رح يكون أفضل من قبل بشوية فإذا هيدا حل للفقرة أنا برأيي بقول أحلى حل إنه تعمل شي اسمه TNC S بلبنان يلي ما بدو دق تير بلبنان فينا نقل له روح عمول كناكشن عمول السيستم طبعك حوله من TNC لـ TNC S بتعمل سعند عندك ضمن المنشأة جوة عندك خمس كابلات الكابل الأيرث ما بيحمل طيار الـ Neutral بيحمل طيار وهوليكي بيحمل طيارات فإذا أنت باسيكلي حسنت من جودة الأيرثيستم طبعك بلبنان هيدا خيار الـ Exhibit اللي شايفينه هو السيستم اللبناني وباسيكلي في كتير بأميركا TNC سيستم يعني في مش مش هو صحيح طالب T بس ما حطوه وزا ما حط T كمان عنده نفس الشي TNC سيستم فيتل عنده TNC سيستم هو لما يفوت الـ Neutral عندي بوصل أنا الـ Neutral على انكلوجر هيدا هو TNC فيتل عنده أربع كابلات وعم بيقلي الكود اللبناني أو الـ EDL إنه الـ Neutral طمعك هو الأيرث طيب ما بيقول بس أنا فينا إراها هيك فينا إراها هيك بدي أعمل بهذا الشكل يعني أنا بس تفوت تفوت الكابلات اللي عندي على المنشأة باخد الـ Separation وصار عندي دن المنشأة خمس كابلات يعني خففت من الوطأ شوي بينما الـ Proposal اللي أنا حابي بقول لللبنانية أنا بشجعكم تعملوا هيك هو شبيه بالكود كود أبو دبي هني عملوه على TNS أنا بدي عملو على TNC بدي اطلب من الناس الـ Neutral وبدي اتفاهم أنا وجماعة الـ EDL كيف بدنا نوصل الـ Neutral Cable للإلكترو تبعي بالمنشأة في حال قبلوا معي صار عندي common point بقدر حسن السيستم على الآخر وصار عندي جوا خمس كابلات مسئلين أوكي هلأ شو معناتها معناتها لحظة ما أنا كان بدي ما أنا مش عارف ما بدنا يون أنه أنا عادت معهم عكيت معهم رح نحكي بهاي الحالة إذا دق الـ Earth عندي عزز الـ Earth system عنده كتير وإذا عمل separation متل ما عم يعمل هون بالسكماتيك فوقه That's even better. So I think that would be the best option للبنان وفينا نلحظها وفينا نقاشها بعدين ما في مشكلة. هذا الـ Proposive خاضع لنقاش قد مغدى في مسألة جماعة الـ EDL كمان للأسف مش هون لما هني أرضوا الترانس طبعا الترانس الدولي السؤال الـ Inclosure طبعا الترانس بيتقرد ولا ما يتقرد وإذا أرضو نفس التقريد ولا separate بقى هيدا إيشو بدنا نفاهم نحنا وياهون. هلأ حطيت جدول أنا هون لفرجيكم للدول الأوروبية كيف كل دولة بيشتغلوا على فكرة الـ Earth طبعا مثلا ألمانيا الـ ID طبعا لازم يكون أهل من 60 عندهم system TT متل ما راح نشوف. الـ RP والـ RB هن الـ Resistances تعون الـ Earthing طبعا الـ Medium Tension Transformer من الـ Medium Tension Side وال Low Voltage Side. أستراليا نفس الشي أنا بس همي فرجي لجماعة الـ EDL إنه إذا بدي حط لبنان على الخريطة هون شو بيطلع معي؟ يعني الـ ID طبعا شو حدا يقلنا؟ الـ RB والـ RP طبعا شو حدا يقلنا؟ بأوروبا مبدئيا الجرماني عندها بوث TT والـ TNC system. بلجم عندهم TT، سبين عندهم TT، فرانس عندهم TT يعني بقدر استنتج إن وما تروح بأوروبا مطلوب من المنشآت حط Earth عندها. فازان، بدنا Earth عندنا، الهيئة نحن بدنا Earth عندنا. إيطاليا، جابان TT، نوروي حط الـ IT، الهيئة مور انفولف. الـ USA هني تهمينهم TNC، هني في جزء TNC وفي TT بأميركا. هذا بالتأكيد، نحن في لبنان شو؟ والدليل الأمريكان عاملين نفس الشي، إذا بتفتح الكود الأمريكاني راح تلاقي هذا الـ wiring system. هذا الـ wiring system هو TNC، S و T ومع طير عندي بالمنشآة هو بزيته. يعني أنا 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 رايح لبعيد وما عم باكتشف الدولاب. عم باكترح شيء جيد. هلأ بيبقى TNS Earth system بأميركا لما يركبوه بيتركب بهذا الشكل. برد فة جاد einen. انه الجداول كتير هنا وعاملين الدفار عالآخر انت ما عليك الألا تعمل الـSelection. يعني بيجي بيقلي الكود الأمريكان. إذا انت بتعرف المنصر الخاصة الـ Entrance conductor Cheese of the Cables إنيسان؟ بقدر بيسيكلي أعرف شو هو grounding electrode conductor أو the earthing grounding conductor. بقدر أعرف من الجدول أطوما تلتجي للـ تجد شيء اسمه. كيف دعرف الـ Equipment grounding تلتجي للجداول. نحنا ما فينا نختراع البروت فينا نعمل نفس الخبرية من نعمل من لبنى الجداول ومنقدر نطرح ونقباله إذا لقينا في حاجة. الكود الأمريكينا فيه سكشنز كتير. وإزا بدنا نعمل الكود. chapter. لالـ Earth. بدنا نقعد نقرر نحن وياكم سوا. الـ Bonding لازم. We have to address bonding. We have to address earth. We have to address many other things. شوين القصص نقدر نرجع للكو ديت والمعايير وننطقي الأمور بس يلي نحنا بحاجة إلى بحد أدنى يعني ما بدنا نكبر البكار ما ضروري نحنا بلد ضعبوت بدنا المنمم ريكوارد بيمشي الحال معنا بس حسب ما نحنا منقرر مسألة تانية تفجأت بأبو دبي بيطلبوا أنه اللايتنينج سيستم ما بتعمل له بوندينج مع اللايتنج سيستم الكود الأمريكاني بيقلك البوندينج واللايتنينج بدك توصلهم مع بعض هيدا كمان اشو بدو ينحط على الطاولة بدو ينحط على الطاولة بقى هيدا هو الطرح أنا بتشكركم هاي كنتوا عم تسخوا كتير منيح بتمنى انه كون قديت وظيفة المسألة بتشكركم كتير